نزيل كفام الإدعاء الأولى في تونس جمعنا ما لقينا من تصريحات تصريحات صارت مثلا من عند البطرش حقا يسعيد وقتلي كان موجود في الوطنية في إتار المناظرة المباشرة تيتا تيتا راس راس مع شكر بالشيخ وتصريحات صارت البرح من عند البطرش نحن بالقروين بعد خروجه من السجن نستقبل الكلام عليه التصريحات هذا وتحليلهم والتعرف أكثر مع نيجي زعيري رئيس تحرير مزاي كفام وزياد كريشين رئيس تحرير جاريت البغرب مرحبا بكم وزود شكر لكم لقاعدين معي على انتداد الساعة الثانية وخاصة أنه نوضحه شوية للسادة مستمعين في البداية سؤال مبدئي وسؤال أولي هل تعتقدون أنه كما يختزل البعض الحملة الرئاسية الآن في دورها الثاني وبصفة عامة هي حول الصراع الطبقي صحيح غالط البعض حبي صنف أنه بعد 2014 وقت اللي صارت على الهوية في 2019 هو الصراع الطبقي فما الناس ما تحبش تتنزل على ما تعتبره مكتسبات وفما الناس تعتبر أنه حان الوقت لتوزيع الثروة بطريقة أخرى حان الوقت أنه أنه هتنقلوا المنظومة الكلاسيكية يتم كسرها ما رأيك زيد كريشان؟ موجود منه؟ موجود منه برشا ولكن ربما كلمة السراع طبقي هي اللي تجد متغلط شوية يعني إذا كان خلناها بالمفهوم الضيق والدقيق متاحة بمفهوم طبقي كما تم تعريفها في القرن 19 أي موقع في أموعينه في علاقات الانتاج هذا كاليش هو السراع طبقي بين مثلا أصحاب المصانع وأصحاب العمام العمل والأجراء نخذوها يظل في معنى أوسع من السراع الطبقي بالمعنى هذا التقني في معنى السراع الاجتماعي في تونس ثم أنواع من الحرمان المتفاوت والمتنوع ثم الحرمان المادي ثم الحرمان المعنوي وثورة في تونس قامت في عام 2011 لضد الحرمان المادي وكذلك وهذا ننسى برشا ضد الحرمان المعنوي الحرمان المادي معروف يعني ثم مناطق في تونس متطورة أكثر من المناطق ويعود هذا الاستقلال يعود هذا لمئات سنين لأنه في العالم أجمع دي مشاريات الساحل عنده أكثر حيوية اقتصادية وأكثر تنوف من نسيج الاقتصاد يمتعون الدولة الوطنية بالأسف يعود تصرح التفاوت هذا ربما بوعي أو بغير وعي زي تتعمق معها شوية التفاوت هذا موجود ثم اثنين التفاوت اجتماع هذا تخلق عليه ولا سيجري فيه عليه هو بلش حاجات مثلا التفاوت المدرسي دونك اللي سميوه احنا المصعد الاجتماعي اللي معاش يشتغل خاطر قبل كيفاش كنا نجم من قاوم والتفاوت الاجتماعي وقت بيولد اللي هو فقير ولا مهمش ولا في منطقة محرومة ينجم بحكم التفاوت والتقلق المدرسي المتاع ويطلع ويكسر يطلع فكالمصعد الاجتماعي معاش يطلع المصعد الاجتماعي المصعد الاجتماعي كي كانت الشهايدة عندها قيمة ما كانش تخذها ابناء وبنات المناطق هذه كيف ولا معاش عند قيمة الشهايد ولا يخذوها ولكن بيعنوا بيع حتى شي ولا تشهاد بيطار الشهادة ندخل نقطة بركة الزادة كذلك التفاوت أو الحرمان المعنوي اللي هو حرمان حق الكلمة اللي هو انه كلمتي انا وكلمتك انتي ما يصوش كيف كيف خاطر انتي في انه خب لباس عليك وانا خطر انا مواطن زوالي كلمتي ما عناش معنا اليوم الثورة واليوم التوانسة يحب يقولوا رانا احنا كيف كيف راه هي هذك عليش نسميه الثورة الصندوق بمعنى انا ثورة ديمقراطية حب نذكروكم اللي توانسة كيف كيف واللي هي فيها بعد اجتماعي واضح واضح جدا بعد اجتماعي يا جيزعيري كيفاش قراءتك للشخص زوز قيس عيد نبي القروي فيه علاقة بخلفية هذه الخيارات الصراع الطبقي موش صراع طبقي ولا اختلاف كل مدارس مختلفة مرجعيات مختلفة شنور هيك بعد على بعضهم برش المصطلح الصراع الطبقي ما سمعناش فيه على لسان نبي القروي وما سمعناش حتى على لسان المرشح قيس عيد لكن بطريقة غير مباشرة المصطلح موجود او الفكرة موجودة او اللاكس موجود في كلام نبي القروي وفي تسريحات وخصوصا وعبر عليه بشكل واضح في حواره والبارح وقت اللي يتحدث على الفقري يتحدث على الفقراء والمبدئ اليساري وستعمل كلمة الزوية وليستعملها برشة مرات ويقول ان البرنامج هذا يعني وقت اللي تحدث على اليسار قال اليسار ما وش الكل معناها انتهاء لكن مش ناخده من اليسار الفكرة فكرة الدفاع عن الفقراء فكرة الدفاع عن الطبقة المضطهدى الطبقة المفقرة في كلام قيس عيد في برنامجه تقريبا العمود الفقري في البرنامج نتحدث على الجانب الاجتماعي من خلال تصريحات تصريحات قيس عيد تحدث على مجتمع القانون وتحدث على اعادة او استرجاع ال اداة الحكم الى الشعب ويقول قيس عيد ان الطبقة هذه طبقة المفقرة طبقة المهمشة رو التلماء تمت هرسلتها بجدل عقيم الجدل حول القضايا الهووية والقضايا العقدية خاصة الوقت اللي يتحدث على المساواة في الميراث ويقول رو الشعب عموم الشعب يعني يحكي على طبقة الناس الفقراء الزوولة يقول رو غير معنيين بالقضايا هذه قضاياهم الاساسية هي الحاجة هي قوتهم هي قوتهم اليوم هاتنا سمعوه يقول لا تعنيني تصنيفات يقال محافظ ويقال تقدمي ويقال الى اخر ذلك من الاوصاف والتصنيفات لا تعنيني تماما كيف يعني القضية الرئيسية في تونس هي قضية اقتصادية واجتماعية وعلى القضية الاجتماعية والاقتصادية المترش احنا بالقرو يقول جبنا اكبر خبارة شفنا حالة الناس وبعد مشينا عملنا برنامج جبنا اكبر خبارة في تونس قعدنا ست شهر نخدمه عملنا برنامج اقتصادي اللي هو ينجم يجاوب على هذا ومش كان هذا بارك خاطر سامحني اليوم تونس سامحني في الكلمة كانوا مليون في الكومة وفاما زوز ملايين خالطين عليهم كان يخلطوا ثلاث ملايين ينزمنا خمسين سنة مش نجم نعود ونرجع كما الفين وعشرة في نفس السياق تقريبا وهذا يهمنا مش نحاول ونفهم لشكون مشينا نصوت انهار لحد في نفس الوقت يقول اتجاوزت التصنيفات التقليدية التقليدية من يمين ويسار قيس سعيد اسمعوه اتجاوزت التصنيفات التقليدية المتعلقة باليمين وباليسار في نفس الوقت يقول نبي القارو افكار حزبي افكار يسارية براويgan نسمعها احنا نسمع فيكم ديما قد نتفرش فيكم كل يوم وتقولوا اليسار screwdriver لاuci الأفكار في هذا الحزب هذين هما الافكار يسارية معني حزب يدفع على الناس التي تنا Sicht لها لأنها لكتشرπ لديها لكتقراء وغراء نجد جود جن tragen نيجي الزعيري الفقر فكرة أنه جزء كبير متوينسة مش خلطين استدعاة نفسها المرة هذي بقوة كبيرة جدا للانتخابات التشريعية والرئاسية هل هي صحوة هل اللي عديناه في قضايا أخرى بطبيعة الحال وصلنا الآن إلى أنه نحكيه على هذا الموضوع بصفة مباشرة متى استدعى نفسه الفقر بهذه القوة وبهذا الطرح فكرة الفقر شوف فكرة الفقر أولا فيها حاشتين شنو الوضع اليوم متع تونس اليوم ثم أكثر بشوية تقريبا من أربع مئة ألف تونسي عايشين تحت ما يسمى بخط الفقر المتقع المتقع أربع مئة ألف هما في النسب ثلاثة فاصل ستة معناه وصلوا حتى نقاش ثلاثة فاصل ستة أو ثلاثة فاصل تظهر نسبة ضعيفة ولكن حاولي أربع مئة ألف تونسي تحت خط الفقر المتقع ثم حاولي مليون ثمانمية إلى مليون تسعمائة تونسي عايشين تحت خط الفقر وثم كذلك تقريبا ثلاثة مئة ألف عايشين ما يسمى تحت خط الفقر متعدد الأبعاد خدمات إلى خيره لذلك عنا ثلاثة الشعب التونسي عايش في أشكال من الفقر المختلفة من المتقع جدا إلى ربما الأقل ننظيفه ويظهر لي ننظيفه ما بين ربما ثلاثة ولا قلب شوية متوانسة اللي عايشين في أشكال من الهشاشات ومن طبقة وسطة ولكن عايشين في أشكال من الهشاشات فما عنا برشة أجزاء من طبقة وسطة اللي بينها وبين طبقرات إلى حد المال فقيرة الخط معاتش بعيد برشة دونك المشكلة الاجتماعية هي في عمق في عمق الوضع الاجتماعي والاقتصادي اليوم التونسي اللي وكانت في عمق الثورة التونسية للأسف عام 2011 وفي عام 2014 لطغيان قضايا ايديولوجية وعقائدية هوية انسيناهم هم عمروا بغابوا من الصح اليوم نجمه نقوله من ثم متراجعين ونهلا نحكيه على نبي القروي ولكن موش فقط نبي القروي عاود ورجعوا وربما هذا من ايجابيات الحمل انه حاودنا رجعنا الى المسألة هذه والفقره لا يقضى عليه بالاعانات الاسبيكري تاتيف ما هوش قادر الفقر يقضى عليه بالتانية بالنمو والسؤال اليوم صحيح عم جمعات خيرية تجمع متحاون شوية ولكن البلدان اللي قضعت او قلرت برشة من الفقر مش هيلي عمد برشة عمد الخيري هي البلدان اللي نمات الاقتصاد ونماته بصفة ادماجية ومتكافئة هذا هو السؤال المحوري اي قدرة اي قدرة للرئيس المقبل للأسف اي قدرة للأسف في الانتخابات اللي كانت مفروض تحكينا على هذا اللي انتخابات التشريعية ما احكيوش من كل على هذا كيفاش على او فوق خمسسين عاشرة سنوات ننهضوا بل بش في تونس معاش عنا الناس بتاعت خط الفقر المطقة ومعاش عنا ناس في هالشاشات اللي تخلي خطر ثم اشهار بالفرنسوية المعنى متاع وانه التقدم ما عنده معنى كان مقتسم التقدم عن فئة فقط او رفاه فئة ضيقة رهم يعني حتى لانه يبقى دائما وبدلا المهدد يزم الرفاه يكون قصد الاوفر المشترك للأسف طوه نقاش ربما استدع نفسه في رئاسية لكن ماذا بينا نعرفه بأي سياسات عمومية ذات ناجعة اقتصادية نجم نقلصم الفقر ونجم نقضي عليه في على فترات هو زياد كان تسمح استدع نفسه زياد كذلك في التشريعية من خلال قلب تونس ومن بعد النهضة على دوما شايفة النتائج هي بدأ عدلت عدلت في خطابها السياسي بيش تمشي الى نقطة مقاومة الفقر اللي هنا ناجي السؤال هي قدرة لرئيس الجمهورية انه يكون عنده قدرة حقيقية للقضاء على الفقر لكن في نفس الوقت ما نخافوش من انه سقف الانتظار يكون سقف انتظار فيه عجلة كبيرة وفيه من 400 الف الى حد مليون وززم ليه نقول كاي سيدي ايه تاو تاو ما كخلط للرئيسة ما كوعد بالقضاء على الفقر ايش بتعمل لي غدو لون هذا ما يخوفش شوية شوفة الياس من خلال تاو متابعتنا واستماعنا لل اطرحات وبرامج مش الناس المترشحين في الرئاسية فقط لكن حتى اللي ترشحوا للتشريعية كان ثم استحضار ديما للملف هذين الفقر والدفاع عن الفقراء وكل واحد من زوية النظر متاعه اغلب المترشحين مركزين على حاجة وهي يعني عودة او استعادة الدور الاجتماعي للدولة يعني الدولة الراعية ل يعني الدولة اللي توضع السياسات للفقراء وكما معناها لحظت التركيز ديما على يعني تدخل الدولة في لمكافحة الفقر يقتصر غالبا حكذا توا عموما اللي كان يتقال في برامج المترشحين دور الدولة يقتصر على تقديم المساعدة يعني تقديم المنحة الدورية للفقراء وهذا مش جديد وهذا قديم يعني استعادة الدور الاجتماعي المفرط لمكافحة الفقر يبدو لي انا الى حد ماسمعتش طرح جديد وتصور جديد لمعالجتها الاربع مئة الف او لانقاذ الاربع مئة الف واخراج من الفقر واخراج النسبة الاخر زادة من الفقر المتقع ثم عند زوز مترشحين انا كسمعتم يحكيوا على الموضوع هذا دور سعى نبيل قروي يطح في شي من التناقض وقت لا يقول من جهة يقول افكار الحزب وهنا يتحدث على توجهة الحزب هي افكار رياسارية لما تفتح الليبيرالية كيفاش تحدث عن نبيل قروي على الفقراء وعلى الفقر يحكي على ميثاق ضد الفقر هو يجمع فيه المنظمات والاحزب لا ها تنسمعك لا سمعتم 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 انت سمعتم وتابع في كل الاخبار الاخبار نبيل قروي في نبيل قروي في كلامه يقول حزب يدافع على الناس اللي معندهاش باشتاكل وتشرب والداوي وشنقدم مبادرة تشريعية مش موجود قد مكلا الكستري مروين مش مشكل هو هاوش يقول بضبط يقول افكار حزب يسارية حزب يدافع على الناس اللي معندهاش باشتاكل وتشرب والداوي سأقدم مبادرة تشريعية تتمثل في ميثاق ضد الفقر يجمع كل المنظمات والأحزاب هذي هذي فكرته تقريبا في علاقة هل يعطبا دور رئيس الجمهورية بشي يكون دور التجميع كما صار كرتاج واحد كرتاج ثانين بشي يلم كل الفاعلين هذة من الأفكار المتروحة من المتلاشح نبي القروي اي لكن وقت لا تحدث على يعني وضع ميثاق من مكافحة الفقر ما قال الناش يعني الميثاق هذا ناي خطر لحديث على مقاومة الفقر بالضرورة يقتضي الحديث على تركيز آليات لمقاومة الفقر والآليات هذه ما تكون إلا اقتصادية عموما مالية فيها عنصر هام كبير اللي هو المشاريع التنموية في الجهات وخاصة في الجهات المحرومة وما يعرف ب الجهات اللي تتمتع بالتمييز الإيجابي ما قال الناش الميثاق هذي وانا تور مشكلة البيت مشكلتها الكبيرة فالمواثيق لأنه من 2012 لليوم ونهذا تحدثت على حجم النوع هذي وقت الله قالت أنا مش يخدم 400 هل من دور رئيس الجمهورية أنه يبادر هو قال مش نعمل أول مبادرة شرعية هل من دور رئيس الجمهورية وضع ميثاق هذه اعتقد أنا من مشمولات الحكومة مشمولات هو يقول مبادرة تشريعية قيس سعيد قيس سعيد في حديثه على الملف هذا المحور هذا كان ديما يتحدث على اللي يسميه هو الدور الاجتماعي للدولة ويقول لك الدولة يعني ما عرفتش توضع آليات ومشاريع للقضاء على الفقر والإحاطة بالفقراء واقتصر اقتصرت المسألة على تقديم المناح الدورية وتقديم المساعدات الظرفية قيس سم الدولة ترجع هك الدولة الدولة اللي تتدخل لحماية الفقراء حماية بجملة من الإجراءات بالمشاريع بالآليات إلى جانب على تقديم المناح العينية بش نمشي معاكم السيدة ذيوفي نجي زعيري وزيد كريشان إلى بعض المواقف اللي كانت محدة زادة في هالحملة الانتخابية وهي دخليني نقول في أجواء ومناخ الحملة بصفة عامة قيس سعيد يقول غيابي عن الأعلام موقف أخلاقي قلت يعني الوضع يقتضي ألا أستغل المنابر الأعلامية هذا موقف أخلاقي يعني ليس موقف قانوني في المدة الأخيرة حتى لا يقال أن هناك استغل الوضع لفائدته بالرغم أنني غير مسؤول عن هذا وبالرغم أيضا أن الأمر كانت تتحدث بصفة ضمنية عن تكافؤ الفرص فالفرص غير متكافئة بالنسبة إلي يعني لا أريد أن أتحدث عن أي شخص لا لدي قناة ولا لدي أموال ولا شيء يعني هذا اختيار من لا عن لا قتالي بأي طرف أجنبي على الإطلاق في الأثناء نبيل القار بالبرح يقول آه ما تقول ليش كنت تعمل في التلفزة دونك ما عندكش الحق في الترشح ها واش قال قال كنت نعمل في إميسيون خيرية أنا كنت موجود في جامعية وكنت نعمل في عمل خيري وبعد نهار قررت باش نتعدل المكان آخر اللي هو سياسة اللي هو حقي اللي هو ماكرون بدأه بجامعية عملت سياسين ديت قلت أنا راني حزب سياسي في الترشح وستعمل التلفزة عمره ما صار جاني مي إميسيون خيرية والبرح عطا مثال لما ترشح نبيل القاروي دار مريم القاذي قال لها لو أغدو وانتي كنت هل تدخل الانتخابات كيفش نعمل ونحسبو عليك للسنوات انت على التلفزة اللي كنت تخدم فيها زياد لهنا المناخ العام المناخ العام اللي صار فيها صارت فيها الانتخابات مناخ خاص جدا 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 صدع نفسه القضاء للموضوع من خلال السجن نبيل القاروي في نفس الوقت كان قيس سعيد يمتنع نوعا ما عن الظهور المكثف هي هي تقول انتخابات استثنائية بكل مقايس وبعد نجم تحلل كلامهم كانت حبت فضل زياد هي ما فيش نقاش انتخابات استثنائية بكل مقايس وش خاص لو كان نجينا في هال لائمات هذي وحتى قبلهم كنا نناقش ومثلا شنوها ميثاق مقاومة الفقر من نبيل القاروي شنوها مشروع تغيير نظام سياسي متقايس هيد خير ما كنا نحكيه في المسائل هذي عندي ملاحظة بسيطة لكن بسيطة عامة وقت اللي القانون الانتخابي التونسي يمنع التمويل الأجنبي يمنع يضع صقف للتمويل في الحاملة الانتخابية يضع صقف لتمويل الأحزاب يمنع التمويل الضوات العمومية يمنع الجمع بين الأحزاب وبين العمل الجمعياتي بسيطة عامة شنو الفلسطة هذا كل المهم نقضوش يفر جزئيات ونبدأ ونقاو هلانو قانوني يسمح لم يسمحش شنو الفلسفة القانون فلسفة القانون أن وقت اللي يحد من التمويل ويضع له حدود ويحد من الخلط بين الأجناس المختلفة باش ما تكونش السياسة والتمثيلية أي الناس يوصلوا بالانتخابات حكر علي عنده فلوس علي عنده وسائل أعلام علي عنده قدرة على خلق مكين أنه نكونوا سويسيا إلى حد الماء إلى حد الماء هذه الفلسفة وقت اللي الفلسفة هذه نحبه نضربها وهذا ماليش نحكي فقط عن نبيل خارج وبرش أطراف نحبه نضربها ونحبه يعني معنى هذا هو القانون التونسي والفلسفة القانون التونسي علاش تجعلت باش تخلي السياسة والتمثيلية في السياسة متاحة الأوسع طيف ممكن لكننا نحكي هذا مضروب اليوم هذا مضروب برش كنا نحكي وعلى ثلثة وانسا عايشين بتاعت شكل بأشكال الخط الفقر ثلث آخر في شكل بأشكال التهميش بتبهت حال هذو بصفة عامة ما يعطيوش تمثيلية قليل برشة شكون فيهم يوصل باش يولي يتكلم باسم الشعب يعني تصور ثلثين الناس ما يبعثوش عباد يتكلمون باسمهم دونك هذا هو المقصود من هذا وكل تحايل عليه هو مضر بالعملية بيخذ النظر على تطابقوا مع نص قانوني أو غدم نص قانوني باش نختبروا الأغلبية القادمة النيابية والرئاسية على جديتهم أنه انطلاقا من أعام 2020 هل أنه فعلا باش نمشي ونحو قواعد أخلاقية أكثر صرامة للعملية السياسية ولا العملية الانتخابية ولا الحياة الحزبية ولا باش نخليه كما توا الماعة للبطيخ وكل شيء ممكن وكل شيء متاح باسم حرية عادة ما تستغل الاعتبارات لا علاقتها بالحرية الهنا نحب نسهلك نيجي بعد الإفراج على نبيل القروي يجي محطة المناظرة اللي من المفروض تزنى اللي كان يوصف فيه زياد الفضاء المحايد الذي سيمكن أنه كل واحد فيهم تقريبا يخرج من فضاء الراحة متاعه أنه روهم الزوز مقابلين بعضهم هل تعتقد أنه هذا تقليد هو تقليد سيكون مؤثر أم لا في هذا المصر معناه في توضيح الصورة على الأقل الناخب التونسي ما نتصورش أنا هال 3 ملايين قراب 3 ملايين اللي انتخبوا سواء في الدور الرئاسي لولا ولا حتى ثانية معناه اليوم باش تحصلوا لهم الفائدة القصوى أو تكون الصورة قدامهم مواضحة بنسبة 100% عن كل مترشح برامجهم أفكارهم مواقفهم لكن ستساهم بجزء في أن نتعرف أكثر بساهم 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 بقصد لكن رو اليس شوف رأي عليش تعاملت الحملات الانتخابية عليش المشرع وفي كل دول العالم في الديموقراتيات تم حاجة اسمها حملة انتخابية والحملة الانتخابية لو كمجاش الرئاسية سابقة لأوانها الحملة بجدوم تقريبا 21 يوم يقول قايا المشرع اللي يعمل 21 يوم موش اعتباط لأنه يترك الوقت الكافي للمترشح للاتصال المباشر بالناس لإلقاء الخطب بش يحكي على برامجه في كل المحاور وكل المجالات بش يجاوب على اسئلت واستفسارات الناس المواطن اللي في قبل وفي دقاش وفي القاسرين وفي كل مكان في الجمهورية يحب يرى المترشح قدامه يحكم هل المناظرة ستساهم بقصد في أنه هل وضع الاستثنائي هذا يتقلص نوعا ما معناها مخ الهدرة هل بش نربحه شوية وقت بارابور للوضعية اللي كان في المترشح نبي القربي مثلا أنا لحقيقة مشفق على الناخب التونسي لأنه لغا معناها حملة دامت 48 ساعة أو تقريبا أقل من 48 ساعة نبي القربي ما زالك يخرج اليوم رسميا بدأ الحملة متاعه البرح تعاده في التلفزة لكن اليوم عمل الحملة متاعه الحملة هي العمل الميداني اليوم لمدة تقريبا 12 ساعة قيس عيد مظهورش مظهورش يعني وفضل أنه ياخذك الموقفة تضامنا مع المنافس خيار خيار أخلاقي معناها يتحسب له لكن ما كانش مجبر باش يمشي في الموقفة ذاك اليس المناظرة أنا اللي نتمكن المناظرة ما أرجوه هي الحقيقة المناظرة المناظرة السابقة في الرئاسية نحكي مش في تشريعية لأنه في تشريعية كان ثم شوية معناها خلتوا كثرة العدد ما خلتش الناس تختار بالوعي المطلوب الكافير اليوم باش يكونوا زوز مترشحين أرجو أرجو معناها أنه على أقل من عشق من مواطن باش يتبعوا المناظرة الملايين يعني أنا نقول إن شاء الله الزوز مترشحين يتمكنوا باش كل واحد فيهم يبلغ برنامجه بكل تفاصيله إن شاء الله تحصل الفايدة من خلال تعرف على البرنامج أكثر منه أكثر منه حاجة أخرى أكثر منه مشادات ولا إن شاء الله تعادها سلامات خطر مهم أنه تكون الأمور رائدة رائدة خلي تحصل الفايدة مع العلم اللي إحنا ضيعنا برشا وقت فكرة الشعبوي فكرة الشعبوية سيزيات سينيش على أساسا وحتى في الانتخابات الرئاسية تسمعوا مثلا قيس سعيد وقتا لي يقول مشروعي هو الارتقاء بإرادة الشعب إلى مستوى صنع القرار أنا كأنت الرغبة منذ البداية كيف ترتقي بإرادة الشعب إلى مستوى صنع القرار هذا يعني من اختار هذا المشروع شكرا له أما أنه يتواهم وأنه ضرب الحصار عليه فهو واهم الحر الطليق لا يمكن أن يضرب على فكره أي حصار من أي نوع على الإطلاق تجد بعض الأشخاص ربما لهم انتماءات سابقة ولكن هم أنفسهم تجاوزوا هذه الانتماءات ربما هناك من هو صادق ومن هو أمين ولكن هناك أيضا من ليس في مستوى الأمانة والصدق تلك قضيته أما أنا فالمسار واضح والنهج واضح أيضا والطريق التي اخترتها واضحة الشعب في يرتقي لمستوى صلع القرار نبيل القروي يقول من يش نعمل في الشعبوية الضعف على الإمكانيات وقفة المواطن وطاقة الشرائية على المواطن هما اللي مهتم بهم المواطن للأفكار استراتيجية للأفكار السياسية هكا اللي يلزم الهولامية ستين فراتيك العباد ما عاش تخلط كان نجاوبها ومهي شي سوني باديو بوبيليزم السياسة هو خدمة المواطن كان ما تفهمناش في هذا المواطن يقول لك أنا اخدمني نحب ما تقولوا لا مش خدمتك مش هذية احنا المطلوب نحنا بش نعطيوك تعليم جوسي باكوا ولا بش نديفلوبي بش نعملوك الإصلاحات الكبرى قبل الإصلاحات الكبرى يجب إصلاحات الصغرى تونس فيها تونس واحد وتونس اثنين كانت حبث هذية قبل ما نعمل إصلاحات الكرابة كتبه مكسرة نصالحوها ما كم فمش كرابة المنموم ما عش موجود في تونس الأصلاحات الصغرى قبل الإصلاحات الكبرى وهذا يا عنده سينابيل وعن تي قيس يقول لك الشعب يرتقي إلى صنع القرار لا يمدال كلام هذا ينجم يكون صحيح ينجم الشعب يساهم في القرار من خلال أليات كما الاستفتاء وإلا التمثيل الشعبي من خلال النواب لكن صنع القرار المباشر مزلنا مريناهش في عديد البلدين ولا عديد التجارب إلى أي مدى هو ناجع وهذا صحيح أن الإصلاحات الصغرى والعملية جيب لي الماء في الحومة الفلانية أما يا منعاش على إصلاحات كبرى جيب الماء في كل الأقاليم وإلا وإلا مشاريع السدود وإلا الجنستيون إدغوليك ولا شنو اللي أهم حين اليوم أقتلني أقتلني غدوة ولا شنو ورايكم نبدأ معاك زياد مهم ياسر هذا هذا مهم برشا وهذا يظل في في لب النقاش السياسي هل أنه هذا شعبوي لا يظل مش هذا ربما الموضوع مياه في المياه حتى الشعبوية ببساطة شنو الشعبوية الشعبوية هي الاعتقاد بنوع أنه ثم عذرية ثم قداسة للشعب يمثل حاجة وحدة ومقدسة وفوق النقد أنه خبمتاو بما في الحزاب السياسي خانته يجي هنا يسمو غامرين يقولوا أحنا أحنا باش نتكسروا هنو خبه دي باش نرجعوا الشعب إلى الصدراء باكة بنوع من الاختزال الشعبوية هنا مليش بطلبت في خطابات شعبوية في عمق الخطابات الشعبوية هل الشعب كيفاش يوصل إلى السلطة في الديمقراطية هذا المبدأ المبدأ الديمقراطية هي حكم الشعبي بالشعبي للشعب هل أنه السياحة التمثيلية أنه شعب ينتخب بناس لمدة خمسة سنة أو ستة سنة لماندراء إلكتيف رئيس دولة نائب رئيس بلدية هل أنه هذا هو التعبير الأمثل حكينا فيه سابقا هذي أولا خرقت البشرية خاصة في مجتمعات معقدة في مجتمعات يحكي على صل على القرار كريم قد سعيد هو خطر باعتبار أنه الديمقراطية تمثلية فجلت أنه يلزم صلع القرار بصفة مختلفة أنا ماذا بي نتمنى إن شاء الله اليوم يوضحنا كيفاش كيفاش جزي قولنا كيفاش ولأنه هالكيفاش هذا بش يكون أفضل من الديمقراطية تمثلية ولا ربما أقل قيمة من الديمقراطية تمثلية حاجة أخرى مهمة برش أنه الاصلاحات الكبرى أنه السياسات العمومية الكبيرة صلاحة تعليم مثلا فلسفة صلاحة تعليم على 20 سنة يلزم الدولة اللي تحكم على مجمع في تونس ما عرفوها من العبوش لعب أحوم تعرف كده أحوم ونصغار الكورة كراست هذيك فين الكورة في النس كل لا ثم لا ديفانس لا مليو لا أتاك شمعناها معناه يزم في الدولة ثم شكون يخطط الاصلاحات الكبرى وثم شكون لاهي معناه اصلاحة تعليم مثلا هل أنه يعني وصل الفكرة فباش كون لاهي باليوم فباش كون لاهي بالجرزا اصلاحة تعليم مثلا هل أنه يعني مدرسة فيها الشباك مكسرة ما نتلاوش به حتى ينكمل ونصلح موظومة التربوية هل أنه يعني أنه ثم مدرسة ما عندهش معلمين ما نتلاوش بههم ولا ما فيهش ماء أو ما فيهش ماء أو ما فيهش مرحاض أو ما فيهش معناه كونطينة وقت اللي ثم تلام ذابعات بالتبعات الحال لب السياسة هي الحياة اليومية للناس ولكن في أفق أصلاحات كبرى فيه مشكلة تلجم جيهنا الشعباوية اللي يحب يعملوا بالسياسة يزم يقول لنا قداش يتكلف أنا سيدي مثلا نحب نتصلح كل مدارسة ونحب نعمل فيها كلها كونطينة يزم كتقول لنا قداش بيش يتكلف مين بيش يبول فلوس وفي غضون قداش ونجم العملوه والله وعلى وقتها وإذا كان هذا نعملوه على حساب شوه خاطر هل أنه لو كان في بلاد نجم ونصلحوا فيها المدرسة ونجم ونصلحوا فيها المستشفى ونجم ونصلحوا فيها الطرقات ونجم ونصلحوا فيها المسارك الفلاحية كله فرد وقت نحن نلويش نعملو بالسياسة نتولي بلادنا إن شاء الله معنا جنة فقر أرض دونك السياسة هي شنين الأولويات شنو التوقيت وشنو التحكير أي الميزاني ومن يبش يجيه بشي من الضرائب بشي من اقترار بشي جيه من خلق ثروة وكيفاش نخلقها هذا كله للأسف كان غاية برشة في الحوار السياسي هذا هو بشي نوصله فيها ناجي حملة انتخابية الأعود ما يصدقها كان اللي يأمن بها وإلى حملة انتخابية يتقال فيها كل شيء ولا شيء في نفس الوقت ولا حملة انتخابية يجب نوع من الأخلق يعني يجب نوع من الثوابت كما كان يتكلم زياد أرقام ملفات مؤشرات تواريخ ميزانيات مريناش مريناش حتى شيء من هذا دبار خليني ساع انتخاب مش نحل الطوصل خير راي الشعبوية راي مدرسة سياسية قائمة بذاتها وتوجدت في أوروبا وتوجدت ماش حاجة خاصة بتونس لاحظ انت اللي زوز مترشحين حتى واحد فيهم مقدم تصور عملي ودقيق ومتكامل لتصور بديل الوضع الاقتصادي والمالي اللي تعاني منه البلاد زوز مترشحين محكوش تقريبا في مشاكل تونس الاقتصادية والمالية ما ترشح لي كان في السلسل قالك أنا ما كانش عندي الفرص دونك زادة هذي مهم مراورا قد لك المرة هذي نقارو إحنا في وضع استثنائي خلي نستدعوه كل مرة هالوضع هذا بش زادة ما يتلامش ونكونوا موضوعيين أي فضل وإن زوز مارسو الشعبوية أنا طبعا نتحدث على استنادا لتصريحات المتعني بالقروي البارح والحوارات اللي أدى بها زوز مارسو الشعبوية تبقى كل واحد بطريقته كل واحد في مجاله واحد استخدم الشعبوية في السوسيال في الاجتماعي واحد استخدم الشعبوية في المجال السياسي السياسي التشريعي خيس عيد وقت الله يتحدث على ما يسميه هو أو ما يعرف بكل طريقة السعر الرملية المقلوبة اللي نقلبوها على رأسها معناها الحكم ما عادش للرشيم تتقلب ونوليه نحكيه على إعادة بناء نظام سياسي وينطلق من الأسفل من المحليات وصولا إلى المجلس التشريعي الوطني ويقول هو راو المشكل في تونس أن الأفراد الناس المواطن الأفراد ما ومش قاعدين يعبروا على إرادتهم الحقيقية به هذا يدخل في صميم الشعبوية لأن لعن أولا ساعة رئيس الجمهورية سيبوزون طلع قيس سعيد ما عندوش قاعدة برلمانية وحزاب سياسي كافي مبدئين نحن ندول أن نقرأه في المعطاية اللي عنها لأنه هذا يتطلب أولا ساعة تنقيه تعديل الدستور أو أو بش يلجأ هو كما يقول هو دائما يعول على أليه الاستفتاء اللي أعطيها له الدستور وأليه الاستفتاء محكومة أيضا بضوابط راو أنك بش تغير النظام السياسي القائم المقنن المضبوط المحدد بمقتدى الدستور بالنسبة لنبيل قروي طوى نبيل قروي ما تحدثش بالاقتصاد ما عطاش ما عطاش تسور أعطى عناوين هو يبعث الحزب يبعث الحزب يقوم برنامجنا الاقتصاد والاجتماعي في الحزب وجبنا خبراء لكن في وقت ما بقاش الفرصة أنه يتكلم هنا الياس وين الشعبوية اللي مارسها نبيل قروي وقت الله يقول احنا يعني جمعية خليل تونس في خلال عامين نجمت تعمل تعالج ناس وتوكل ناس وأكثر من الدولة أكثر من الدولة التمظهر الثاني للشعبوية وقت الله يقول أنا عندي وهذاك رد على معناه بعض الاتهامات اللي دارت و هذهك فيسبوكيات تعالي نحكي توا في سميم تسريحات وقت اللي يقول أنا عندي تصور للقضاء على الفقر ومش تكون أولويتي القضاء على الفقر وراء هذا ممكن بعيدية سرعة الخزمة هذا يدخل في سميم الشعبوية وقت اللي يقول أنا راني بش نكون رئيس مش كما الرئيس اللي فات أنا مش نمارس كل الصلاحيات اللي عطاها الدشتور ويحط روحه هنا في مقارنة مع الرئيس راحل للبيجي قاية السبسي ويقول أنا راه هو وينسى اللي قلب تونس اليوم هو الكتلة البرلمانية الثانية ما هيش لولا ثم مزلنا ما نعرفوش طبيعة التحالفات المشتير في البرلمان هل سيكون قلب تونس فعلا قلب المعارضة اللي بش تشكل عدد مهم جدا في البرلمان ولا لا ينجم يكون قلب تونس أقلي في البرلمان دوك مينجم يعمل شي رئيس الجمهورية هذا احنا نزيد ونجاوب عليه بداية وانتراق من يوم الاثنين خطرا بعد نهر لحد فما نهر لاثنين وهذاك الشي عجبك في دنيا وهذاك الشي عجبك في دنيا وبش نلقا ويحنا في تحليل للتحالفات في تحليل الخطاب السياسي وان شاء الله ربي قدر الخير لتونس انتوما امشيوا لسندوق الاقتراع شكرا لك شكرا لك شكرا لك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة